بعض الأطفال بيرهقوا أهليهم جداً بسبب الأكل الصيف الولاد بتبقى حرانة وزهانة ومش عايزة تاكل أي حاجة وبعضهم بيطبعوا بيكون متعب جداً ومرهق في الأكل لأن في بعض الأطفال بتتعود أنها تاكل أصناف معينة والأصناف دي ساعات بتبقى مش بتتخطى أصابع الإيد الوحدة وبتخلي الأهالي دايماً قاعدين بيحاولوا مع أولادهم أنهم يوفروا لهم أنواع مختلفة من الطعام أنهم يحاولوا يقدمونهم أصناف جديدة والأطفال بترفض بشكل قاطع وده مش بيبقى دلع ده اسمه اتراب الأكل ده أنا شايف أن الأطفال عندهم حق والأهالي الأب والأم عليهم أن هم يفكروا لهم فيه وجبات جديدة ومختلفة وتكون صحية ما قلناش حاجة لكن فكرة الأجواء بتاعة الأكل بتاعة الشتاء خلينا برضو أننا بنصنف كل حاجة فيه أكل الشتاء وأكل الصيف يعني ما ينفعش حاجة في الصيف مثلاً وجوحر ولا إيه حاطين طبيق وكوسة وحاجات من دي يعني لازم طبعاً فيه أكلات آه عايزين أكلات سريعة بس أهم حاجة أن يتكون مغزية يعني كسب البشاة ما الوحشة تقيلة تقيلة وسخنة يعني فهمة مش أجواء صيفة لكن خلينا نفهم موضوع الطراب الأكل ده لأننا أول مرة أسمع عنه وعايزين نعرف تفاصيل أكتر عنه من الدكتورة شيرين درديل الاستشارة الصحة النفسية لمنورنا صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير عليك وعلى كل أمهات ومشاهدين اللي بيسمعونا يا أهلا بيك يا فندم إيه هو الطراب الأكل ده الطراب الأكل عنوان كبير وبيبقى تحده بيتفرع كذا عنوان آخرهم عنوان حديث جداً هو الطراب الأكل الصامت اللي هو اسمه أرفيد وده الطراب جديد تم اكتشافه وتم اكتشافه مؤخراً كانت عليه أبحاث كتير في كاليفورنيا آخرهم توصل أن الطراب الأكل الصامت هو أن كتير من الأطفال بيحسنوا أكلهم في مجموعة من أكلات محددة وبيرفضوا بشكل قاطع أنهم حتى يبص الطبق في أكلات تانية خالص وده طبعاً بيؤدي بيهم إلى سوق تغذية وبيؤدي بيهم لحالة طبعاً سيئة جداً صحية وبيبتدوا يدخلوا في اكتئاب وتبتدي الأم تحاول وبتبقى فيه سلسلة كده من الخلافات ممكن تصل ببعض الأمهات أنها تضغط لأ أنت موعملش تهديدات بقى صحيح وعملات تعلق جداً والولد بيبتدي أنه هو يبقى عنده سوق تغذية وبالتالي منحنى النمو بتاعه يبتدي يقل زودي عليهم بقى السيف والسهر مع قلة الأكل بتبقى حاجة لولاد طبعاً بس خلينا نتكلم أن الطراب الأكل زي ما قلنا هو أنواع ممكن يكون اتنهم في الأكل بنقول عليه الطراب الأكل القاهري اللي هو ما عندوش إحساس بالشبع فبيأكل على طول وده غالباً غالباً بتتمحور أسبابه حول الاكتئاب والملل ووجود وقت فراغ كبير عند الطفل غير نهيك عن أنه ممكن يكون فيه سبب وراثي على فكرة في الطراب الأكل جيناتك وده طبعاً بيتم بقى اكتشافه بعد كده أن الأم تعمل تحليل للولد طبقاً أنه بياكل كتير؟ عشان بياكل كتير؟ عشان بياكل كتير؟ أيه ممكن يبقى جيناتك يعني فيه حاجات في الجينات عنده راثية بتخلي الطفل عنده نهم في الأكل وعدم إحساس ليش بيشبع خالص على عكس الطراب الأكل الصامت اللي سأقيل عليه للطراب الحديث ده بقى مش عنده نهم في الأكل ده ما بياكلش غير صمفين تلاتة يعني تجيلي لأم وأنا فعلاً تعرضت لحالات من دي وهو منظم الصحة النفسية سمته أرفيد للطراب ده والطراب حديث جداً لسه ظهر فيه الأبحاث مؤخراً تجيلي لأم تقولي هو مش بيأكل مثلاً غير مكرونة وبني بس بس عنده يعني فوبياتك أن يأكل أي حاجة خضار مش ممكن تكون السبب في الموضوع ده الأم نفس هي اللي استسهلة بكلم بجد والله والله ده سؤال بريء لا لا ده سؤال بريء لا لا ده سؤال بريء لا لا ده سؤال بريء سن سنتين أنه على طول كل يوم خارجة من التمرين هو ده المكرونة والبنيه مش عارف إيه رجع من المدرسة حاجة سريعة و سهلة خصوصاً بالنسبة للأمهات اللي بتشتغل فممكن يكون هم اللي عودوهم على كده أنا مش عارفة أن تجبت منين فكرة أن الطريق دي حالي سهلة هي الأمهات على فكرة عايزة أقولك حاجة ده ممكن يظهر للرجل لأنه ما بيشوفش التفاصيل اللي الأم يعني مش بيشوف التفاصيل اللي الأم بتعملها خلال يومها وطريقة تفكيرها ممكن يكون ده اللي ظهر للرجل إنما الأم في البيت بتأكل ولادها خضار وكل حاجة لكن هم الولاد طبعتهم أغلبهم يعني في حاجة كده عموماً في الكالتشر المصرية كل الأطفال اللي يحب الرزة مثلاً الملوخية هنتهم الأم بقى في كده رزة الملوخية وكوك صح بالضبط أهو أنت أقول مش الأطفال بس على فكرة والله أيوة طبعاً الكبار فهي قصة مش إن الأم هي المذنبة في هذه الحالة ولكن إحنا درنا برضو إن إحنا نوعي الأم نوعيها نوعيها إزاي إن هي تحاول إن هي تنوع في الوجبات والمصادر الغذائية بتاعة طفلها وخصوصاً طبعاً الكربوهايزريتس والخضار والبروتين ومش كده وبس تبتدي تعمله تحفيز يعني إنت لو كالت كذا مثلاً أنا هواديك كذا ممكن تجيب له أصحابه وتعمله ديش بارتي بص دي طرق غير مباشرة هي بقولها للأمهات تعمله ديش بارتي وتخلي أصحابه يكلوا من الحاجة اللي هو ممتنع إن هو يكلها ما في حاجات الولاد فوبيات هو بيشوف الطبق قدامه مستحيل يكلوا يعني بيبقى عنده زي فوبيا من الصنف ده فتحاول إن هي تعد الطرق الجذب للطفل ممكن بالتنوع ممكن على البحر بص بقى تعمله إشغال زين يعني هو مركز في السباحة والرملة والشمس والهوى لأ هو إحنا شال البحر ومفيش غير ده لأ آه بالزبط فالولد يضطر إن هو يكل الحاجة دي ويلاقي إده طب ما نكلته وطعمها حلوة هو فهم دي بنقول عليها طرق غير مباشرة عشان أبتدي أكثر فكرة إن الأكل ده مرفوض عند الطفل لإني غالبا غالبا لما الطفل بيرفض أكل معين يا إما هو تعرض لصدمة من هذا الأكل زرع الفكرة في عقله الباطن إن الأكل ده بيعمله بين معين أو بيعمله إحساس مش حلو أوكي وبيبتدي بناء على ده يترجم هذا في سلوكياته بالامتناع في أكل ممكن يعمل كده آه عن تناول أكل معين أيها دي أحاسيس نفسية ممكن طبيعة أكل معين الطفل أول ما يشوفه يجي له زي panicked أو ممكن يكون مثلا كل منه مرة وصادف إنه هو مثلا سخم بعدها أو تعب فيربط بين العاية اللي جاله ده وبين الأكل ده كل الحاجات دي طبعا الأم هي الترمومتر والسنسور اللي موجود في البيت وتحياتي طبعا للأمهات كلها على رسمة فنم الله هي اللي بتاخد بالها من الحاجات دي عند طفلها وإحنا بنحاول نوعيها إن إحنا نلقي الضوء طبعا على الاضطرابات دي اللي هم أهمهم اضطراب الأكل القهري والنهم في الأكل وعلى المضاد دي على الناحية الأخرى اضطراب الأكل الصامت أو الامتناع عن أكل وجبات معينة للأطفال واضطراب الأكل الصامت كمان الأبحاث قالت إنه مش بس عند الأطفال ده كمان بيصل إلى البالغين كمان فيه ناس كمان بتبقى قاعدة حيرانة هي نفسها مش بتاكل الوجبات ومضطرة إنها تقدمها لولادها عشان تبقى عملة اللي عليها وما يجيش شازلي يقوم أي اللي هي الأم اللي استسهلت برغم إن هي نفسها مش بتحب الوجبات دي فهل ده بيبقى عبق نفسي على الأم وبيوصل بشكل أم آخر ليه الطفل هو بيتقدم له الأكل هو من ناحية عبق نفسي على الأم عبق نفسي على الأم لأن الأمة ممكن تكون أم عاملة عليها ضغوط تانية فبتاخد وقت أكتر إنها تقنع الطفل إنه هو يأكل أكل معين وفي الآخر بتصل لمرحلة طبعا مش بقصة إنها بتستسهل بتحسبها ابني أكل النهاردة فبتبقى عايزة الولد يبقى أكل أي حاجة فبتضطرة تديله الحاجة اللي هو بيحبها لما تلاقيه مش بيأكل حاجة تانية وأنا جات لي كيسس بالمنظر ده فعلا وبتدينا نشتغل معاه مع الطفل طبعا إحنا لينا سيستم علاجي وأنا فعلا تعرضت لحالات زي دي تعرضت لحالات الأرفيد أو طراب الأكل الصامد هو امتناع الطفل على أكل واجبات معينة أو أكل أنواع من المأكلات معينة بعينها يعني وعالنقيد اطراب الأكل اللي هو النهمي أو اطراب الأكل القاهري اللي هو عايز يأكل 24 ساعة ما بيحسش بالشبع وفي الحالة دي بنشتغل مع الطفل إحنا كمعالجين نفسيين بنشتغل معاه بسيستم العلاج المعرفي السلوكي وبعمله أرد ثرابي وده اللي بدخل يعني أنا بيشتغل بطرق ملتوية طبعا مع الطفل عشان أوصل لدماغه وإيه اللي مسبب المشكلة لدرجة إنه ساعت يعني فيه أمهات بيحطوا الأكل في اللونش بوكس مثلا بتاع المدرسة ويعزم أصحابه عليه بحيث يلاقي كل صحابه بيأكلوا من الأكل اللي هو رفضه فيبتدي يتشجع صح إنه هو الأولاد بيشجعوا بعضهم فعلا إشمعنا دول هما بيأكلوا ما بيحصل لهمش حاجة لو كان هو رابط في دماغه بين أن الأكل ده بيعمله بين معين فيبتدي إنه هو يتشجع إنه هو يأكله أو نعمل للطفل زي ديش بارتي مثلا ونجيب فيها أصحابه أو مثلا على البول الحاجات دي كلها أنا بكسر فكرة رفض الطفل للأكل عظيم عظيم فكرة الأطفال ممكن تعمل حاجة علشان التقليد دي حاجة إحنا معانا ولا علينا يعني دي حاجة ممكن تبقى مقبولة معانا إن شاء الله إنه إحنا ننمي الشعور ده عند الأطفال ولا لأ إحنا خايفين إنهم يقلدوا برضو فيقلدوا في حاجات تانية هي فكرة التقليد طبعا في حد ذاتها طبعا هي بكل تأكيد وضحني لقطة حبيني يعني وأنا بحب لقطة طبعا هي حاجة تشجع الأطفال ما فيش شك يا دكتورة طبعا مسألة التقليد ديو دي حاجة مهمة جدا لكن بعض الأطفال بيرفض مثلا وليكن اللبن البيض نفس الفكرة اللي كنت بتكلم فيها في البداية إزاي نغير شكل الحاجة يعني أنا كده كده لازم أتديله اللبن ولازم أتديله بيض لأنه طبعا مغازل واليكن فعشان كده أنا بس جانب المسؤولية اللي بقوا حضرك عليه بالنسبة للأم إن هي تغير شكل الحاجة تقدم الحاجة في شكل مختلف صح كده؟ أيوة بالضبط نحدد بس للأمهات عشان الأمهات يبقوا فاهمين القصة دي يعني لو هو بيحب مثلا الفلفل الرومي أنا ممكن أقطع له فلفل الرومي على البيض فيبتدي يحبه يعني أدخلهله بشكل تاني مختلف ممكن أعمله سمايل فيس بشكل عيون البيض فيحب الفكرة فيبتدي الولد ينجذب وعمله يعني ده بنقول عليه أرض ثرافي وطبعا أنا بوجه الأم لده وبتجيب نتاج كويسة جدا 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 مع الأطفال كل شكرا لحضرتك دكتورة شيرين درديري استشارة صحة نفسية شرفتين ونورتين أفن شكرا لحضرتك لسيلي قوة شكرا لحضرتك لسيلي قوة